العاشر من ديسمبر اختارته الأمم المتحدة ليكون يوماً عالمياً لحقوق الإنسان لكن حقوق الإنسان في اليمن لا تحتاج إلى مناسبة للتذكير أو لمعرفة حجم الانتهاكات الوحشية التي ترتكب ضد اليمنيين منذ خمس سنوات بهذه المناسبة قال التحالف اليمني لحقوق الإنسان إنه وثق مقتل أكثر من خمسة عشر ألف مدني منذ انقلاب ميليشيا الحوثي وحتى نهاية أكتوبر الماضي بالإضافة إلى إصابة ثلاثة وعشرين ألف حالة وأكثر من أربعة آلاف مختطف مدني وتجنيد أكثر من ستة آلاف طفل منذ بداية الحرب أيضاً تسببت الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي بمقتل ألف وثلاثمائة مدني وجرح الآلاف في مختلف المناطق اليمنية رصيد مثقن بالدم حصيلة وضع عقوق الإنسان في اليمن منذ انقلاب الحوثيين وتدخل السعودية والإمارات عسكرياً في اليمن وتحويلهم البلد إلى ساحة حرب وميدان لتصفية حسابات إقليمية ودولية على حساب اليمني واليمنيين يرى مراقبون أن المنظمات الحقوقية الأممية والدولية لا تعطي اليمن الاهتمام المستحق بالنظر لحجم ونوع الانتهاكات التي تحدث منذ خمس سنوات قتل بدم بارد وتعذيب حتى الموت إخفاء قسري واعتداءات جسية جرائم طالت معظم النساء والأطفال في اليمن انتهاكات حولت اليمنيين إلى ضحايا إما بالاعتداء المباشر أو بالآثار المصاحبة للحرب العدالة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب مفاهيم من المناسب استحضارها في اليوم العالمي لحقوق الإنسان للتذكير بحقوق الضحايا وعدم إهدار حقوقهم في ملعب المقايضات السياسية التي يعمل الجميع من أجل الوصول إليها في هذه اللحظة ترجمة نانسي قنقر